أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي أنا أستعرض مع بعض اللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة خاصة أن فيه كلام مهم جدا بأخبار الأهلي في السوشيال ميديا نبدأ مع بعض الحساب الرسمي في الجول على تويتر خبر في الجول الأهلي يقدم عرضا جديدا لمسماني لتجديد تعاقده لمدة مسمين الأهلي يتحرك في ملف تجديد مسماني رغبة الكابت المحمود الخطيب بفردة حالة من الهدوء والإسراطيق الأهلي عجلت بالتحرك في ملف تجديد مسماني في الوقت الحالي بدلا من بعد كاس العالم للأندية الأهلي قدم عرضا للتجديد لمدة مسمين براتب يقارب 180 ألف دولار مسماني مرحب بالعرض بشكل مبدئي وسيرد بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة دون الخد في التفاصيل وتأكيد كل الأرقام اللي مكتوبة ده اللي قلت في فقرة الإنترو ما فيش أزمة ما فيش مشاكل في حالة استقرار كبيرة جدا في الأهلي خلال الفترة الحالية استعدادا بقى للمرحلة اللي جاية لأن فيها يعني مطشط قوي جدا كاس عالم أندية دوري أبطال إفريقيا استكمال مباراة الدوري موسم من أصعب المواسم اللي هتمر على الكرة المصرية فمحتاج حالة استقرار بشكل كبير جدا وده اللي هيحصل إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية نروح لسبورت 360 مصرية وبيتكلموا على الأرقام اللي عملها الأهلي في الفترة الأخيرة بيتكلموا على إن الأهلي يصل إلى 38 مباراة بدون هزيمة في جميع البطولات آخر هزيمة للنادي الأهلي كانت أمام غزل المحلة واحد سفر في مايو عشرين واحد وعشرين وكلنا طبعا فاكرين المباراة دي يعني المباراة الشهيرة اللي كان بيدرها محمد ده معروف وكان فيها رقل الجزاء لمحمد هاني كان فيها المفروض ده كارتة أحمر لمدافع غزل المحلة اللي عاق وليد ده سليمان مباركت فيها أخطاء تحكمية كثيرة جدا لكن من وقتها الحمد للأهلي لعب 38 مباراة لم يخسر عدد هذا المباراة في جميع أو عدد هؤلاء المباراة في جميع البطولات وإن شاء الله مستمرين على نفس الأرقام خلال الفترة اللي جاية يلا كورا بيتكلموا على إن فيه مصدر يتكلم على نقل مباراة الأهلي واسموحها في كأس الربطة من ملعب الأسكندرية إلى برج العرب وده كنت كلمت فيه منذ لحظات في ترند ترند وأكدت على فكرة الأجواء والتقص في الأسكندرية أكبر الجميع على نقل المباراة لإستاذ برج العرب لجهزية ملعب برج العرب أفضل من إستاذ الأسكندرية اللي المفهوك كان هيصدف المباراة غدا نروح لحساب الأهرام وبتكلموا على فريق السموحة اليوم السموحة يدخل معسكر مغلقا قبل مواجهة الأهلي في كأس الربطة بالتأكيد سموحة عايز يعمل مباراة كبيرة أمام الأهلي بيقوده مدير فني قدير الكابتن أحمد دا سامي مع مدارب الحراس المميز الكابتن أحمد دا ناجي فإن شاء الله هتبقى مباراة كبيرة لكن نتمنى يا رب بإذن الله نشوف التوفيق لصالح النادي الأهلي في هذه المباراة نروح كمان لحساب الوطن سبورت وبتكلموا على إن الأهل يضغط لعودة محمد عبد المنعم ويعرض صلاح محسن على فيوتشر طيب هنا الخبر بيتكلموا في الحساب الرسمي الوطن سبورت على إن الأهل بيحاول يضغط على إدارة فيوتشر لعودة محمد عبد المنعم طبقا للتصرحات الرسمية اللي أعلنها الكابتن أحمد شبير نائب رئيس سنادي فيوتشر خلال الساعات الأخيرة وكانت تصرحات تلفزيونية صوت وصورة أعلم فيها إن الأهل لم يطلب بشكل رسمي انضمان محمد عبد المنعم كل ما يصار من خلال المواقع والسوشيال ميديا هي عبارة عن اجتهادات صحفية والبعض ابتدى يجتهد على الأسامي اللي ممكن تدعم بيها خط الدفاع في الفترة الجاية في الظل طبعا إن فيه تأكيدات إن بدري بنول فترة طويلة ممكن ما يكونش موجود مع إصابة أيضا أقرم توفيق بالرباط الصليبي لكن من اللعيم اللي هيشغل هذا المركز الفترة الجاية النادي الأهلي لم يعلن بشكل رسمي اسم أي لاعب في الفترة الجاية محط اهتمامه لضمه في الفترة القادمة في نقطة مهمة كمان عايز أأكد عليها نفترض الأهلي بيضغط عشان محمد عبد المنعم طب انت في كاس عالم أندية إن شاء الله ربنا يكرم منتخبنا ومكمل لغاية المباراة النهاية إن شاء الله محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسية النهاردة مع أحمد حجازي في مباراة منتخبنا أمام الكودفوار مكمل معامل منتخب هل ممكن نستفيد بعبد المنعم في مباراة منتيري وكاس عالم أندية ده سؤال برضو الناس لازم تطرحوا وتفكر فيه قبل ما تفكر في كتابة أي خبر لغاية لما تشوف اللي يحصل للفترة الجاية لأن كل شيء وارد تبقى لنتائج المنتخب قبل غلق باب القيد الشتوي يوم 30 يناير وهو نفس يوم سفر الأهلي إلى أبو ظبي استعدادا إن شاء الله لكاس العالم للأندية آخر خبر معايا بيتكلموا على فيه تفاصيل عروض انتقال زياد طارق من الأهلي الخبر على عهد التكورا بلاس وبيتكلموا أن فيه عروض جات لزياد طارق والعروض دي من سموحة من المقاولين العرب لضم زياد طارق من الأهلي بعدما ظهر بشكل جيد خلال مشاركته مع الأحمر أو مع النادي الأهلي في بطول التكاس الربطة اللي تمت فيه الفترة الأخيرة عايز أأكد لكم الفترة الجاية هيبقى فيه عروض كتيرة جدا للعبي النادي الأهلي سواء زياد طارق مغربي مانو محمد أشرف كل اللعبة اللي شاركت فيه مباريات تكاس الربطة خلال الفترة الحالية الكل بالتأكيد هيكون ساعي بشكل كبير لضمها كلال انتقالات يناير خاصة النهاردة بنتكلم 26 يناير بقي حوالي 72-96 ساعة ويغلق باب القيد الشتوي فبالتالي مش هيكون فيه فرصة لضم أي صفقات الفترة اللي جاية كانت تلات مباريات مهمة جدا عشان الكل يثبت أن الأهلي عنده قطاع ناشئين مميز وعنده أجيال الفترة اللي جاية يقدر يعتمد عليها سنة واثنين وثلاثة مع الصفقات اللي بيتم تدعيم بيها صفوف النادي الأهلي نتائج متميزة قطاع ناشئين ماشي بشكل طيب وبإذن الله ان شاء الله مباراة سموحة بكرة مع المباراة الأخيرة في الدور العام أو في كأس الربطة قصدي يبقى فيها ست نقاط مع الثلاث نقاط تقدر تتأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي أو المباراة الختمية أو مباراة كأس الربطة اللي هتتغير ان شاء الله ما وعدها بقى الفترة الجاية و هتتلاقي بالمباراة الأخيرة دي في شهر ستة في الأجندة الدولية وقتها وقت ما انتخبنا هيستعد وقتها لتصفيات قود ديفوار تصفيات أمم أفريقيا في قود ديفوار فبالتالي النتائج الفترة الأخيرة مميزة والأهم من النتائجها لاعتماد على قطاع الناشئين واللي أصفره النهاردة عن عرض لأحد النجوم زيادة طارق أخروا إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ نتكلم بقى على تريند أمم أفريقيا وآخر الكواليس والأخبار الخاصة بمنتخبنا الوطني قبل نص ساعة من مواجهة ساحل العاجل اشتركوا في القناة